وباتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة ومن الإمكانيات التسليحية ما إذا فرضت إسرائيل على لبنان حربا ستواجر إسرائيل مصيرا وواقعا لم تتوقعه في يوم من الأيام لا يخفي حزب الله امتلاكه ترسنة عسكرية ضخمة من السلاح الثقيل خصوصا الصواريخ وهو يجاهر بأن قدراته القتالية تطورت كثيرا عن ما كانت عليه في 2006 بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان ويأتي التأكيد من الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله حول قدرة حزب الله على ضرب العمك الإسرائيلي ومن أعلى منبر في العالم أتت ادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيمين نتنياهو عن وجود مواقع صاروخية ومخازن أسلحة في المنطقة المحيطة بالمطار لتندرجة في إطار الضغوط والحرب المفتوحة على إيران وضمنها الحزب وخوفا من توازن القوى التي أحدثتهما إيران وروسيا في المنطقة إلى جنب الحزب بحسب العميد المتقاعد جوني خلف صار في منظومة دفاعية تزودت فيها المنطقة في سوريا هذا شيء كمان بخوفها لإسرائيل يعني كل ما تحط الله أنت عوائق لتقدر تاخد رحطها إن كان على صعيد الجوي ولا على صعيد البر ولا على صعيد البحر كل هذه المنظومات الدفاعية بتخوفها لإسرائيل ابتداء من سوريا والروس اللي وصولا إلى صواريخ حزب الله الدقيقة والموجهة كل هذه منظومات دفاعية تصير إذا بدك تقول الجيش الإسرائيلي وتصير العدو الإسرائيلي أنه اليوم هذه المنطقة ممكن إمكانياتها صار فيه توازن إذا بدك تقول على صعيد القوى وهذا الشيء بعتقد أنا إسرائيل كانت تتحاربوا على مدى تاريخ أنه تكون هي الأقوى في المنطقة خلف قلل من أهمية ادعاءات نتانياهو ووضعها في خانة ادعاية بهدف ضرب الاستقرار الأمني اللبناني وثمعة المطار أمام المجتمع الدولي إذا فيه فعلا ضربة عسكرية أو فيه شيء بيشكل خطر على أمن إسرائيل ما بتتطور بهذا الشكل الإعلامي أنه طلع يعرض خرائد ويتأكد هو عم بيأكد أنه وجود هذا النوع من السواريخ بهالأمكنة هاي دي يلي هي كمان نحن نعتبر أنه عم يعمل ضربة للمجتمع اللبناني ويعمل ضربة للمرفق التنفس طبع لبناني اللي هو مرفق المطار تيحكي للدول أنه فيه خطر أمن موجود على هذه المنطقة ومحيطة يلي هي كمان مقتزة بالسكين أنا بيعتقد هاي دي كلها بتصب بخانة وحدة هي التدعاية تدعاياتها إعلامية أكتر ما هي واقع نتأثر فيه نحن تدعياتها إعلامية أكتر ما هي واقعيه شكرا